السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أمس كنا أمتاجنا الإعلان ده وجبنا صورة جاهزة من على جوجل وكتبنا عليها ولويننا الكلام وغيرنا الخط بالشكل ده وعملنا اكسبورت وحفظنا الإعلان بالشكل ده ولو افتكرنا مع بعض كان ده ملف الجيم بنفسه اللي هو لما نضغط عليه بيتفتح الإعلان نفسه ونقدر نعدل فيه النهاردة بقى بإذن الله عايزين نعمل تصميم فارغ أنا عايز أعمل آلف فاضي مش عايز أجيب صورة جاهزة من لا ده أنا عايز أجيب صورة أنا اللي أعملها وأنا اللي أكونها وأنا اللي أعمل التصميم بتاعي لو جينا كده من قائمة فايل أكيد الأمر اللي Ctrl N أو New اللي هو يعمل لك تصميم فارغ جديد بس لازم يسألك شوية أسئلة لما تيجي تعمل التصميم الفارغ الجديد أولا فيه عندك حاجة هنا اسمه التمبليت اللي هي الأوالي بالجهزة لو جينا كده فتحناها لو كنت هتعمل البحث هتعمل غلاف مثلا لبحث هيتسلم للمستر بتاعك فأنت هتختار هنا A4 اللي هو حجم الورق اللي انت بتاخده ده الورق ده اسمه A4 يبقى ده مأسات الورق الجهزة وأشهرهم اللي هو A4 طيب لو انت نزلت كده تحت كده معايا بص كده بقولك لو انت هتعمل تصميم يشتغل على موبايل جالاجسي S6 أو S5 أو أبل اللي هو آيفون 5 أو آيفون 6 أو 7 علشان انت هنا بتختار المقاس القياسي يبقى التصميم اللي انت هتعمله دلوقت لما يتعرض على الآيفون هيتعرض على مقاسه بالزبط اللي هيبقى فيه كبير ولا صغير ولا زايد ولا ناقص يبقى ممكن تختار اي اختيار من الاختيارات دي اللي قدامك لو انت كنت هتشغل التصميم ده على موبايلات أو ممكن تختار اي تصميم تاني وليكن ان انا كنت هعمل التصميم ده على حجم الورق الطبيعي المشهور اللي اسمه A4 طيب اوتوماتيك يبقى انا اخترت من تيمبليت طيب لو انا مش عايز اختار من تيمبليت اصلا في هنا العرض والارتفاع بتاع الورق يعني انت ممكن لو انت مثلا كنت هتعمل ايه مش عايز تختار تيمبليت جاهز لتقوله لا 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 انا مش عايز حاجة جاهزة انا عايز اعمل عرض وارتفاع انا والله كنت هعمل 20 سنتي في 20 سنتي فهكتب هنا 20 في 20 طيب لو انا كنت بطبع وخلي بالك ان هنا بالملي متر يبقى اختار هنا ايه وحدة القياس بيكسل ولا كذا كذا لا سنتيمتر يبقى انا كده اخترت ايه 20 سنتي في 20 سنتي يبقى انت ممكن تكتب المقاس اللي انت عايزه على مزاجك او ممكن ان انت تختار وحدة قياس ثانية لو كنت بتشتغل بمثلا انك هتعمل تصميم يشتغل على الشاشة ففي حاجة هنا اسمها الريزوليوشن وده بيتقاس بحاجة اسمها البكسل مش عايزين ندخل في التفاصيل قوي المهم قدامك اختيارين يا اما ان انت تختار من التمبليت اللي انت عايزه من هنا او لو انت مش عايز سمبليت قل له انا عايز اختار عرض في ارتفاع واختار وحدة القياس المناسبة تاني فايل نيو انا عايز اعمل تصميم جديد عايزه يتقاس بوحدة ايه عايزه يتقاس بوحدة السنتيمتر واختاري انا عشرين في عشرين وليكن عشرين سنتي في عشرين ايه سنتي تمام جدا خلاص كده عملنا المقاس بتاعنا يدوي لو عايز تاخد التمبليت الجاهز بمزاجك بس كده لأ عندنا معلش شوية اوبشن تانية بعد ما اختارنا المقاس اللي هو العرض والارتفاع نختار بقى او الخيارات المتقدمة في الخيارات المتقدمة هنا بلاقي حاجة اسمها وغالبا افتكر كده لو انت هتعمل تصميم يتغير الانترنت اعمله اتنين وسبعين ايه بس اعمل دي كده 72 الف ودي كده 72 الف او 72 وبيكمل الاصفار يبقى ده لو كان التصميم هيتغرض على الانترنت طيب لو كان التصميم هيشتغل هيتطبع خليه 150 يعني بس كده ارقام بيبقى المصممين عارفينها طيب لو كان يتغرض على سطح المكتب يعني هيشغل على الكمبيوتر او الموبايل خليه يبقى مثلا ايه 300 300 ده يعني resolution عالي يعني يبقى فيه وضوح عالي فانت لما بتتعمل حاجة تكون عايزة يرضى الانترنت وخفيفة بتخليها مية او اتنين وسبعين وغالبا احنا بنخلينا كلنا ايه تلتميت تلتميت الف دي اللي هي تلتمية في تلتمية يبقى اللي اخترته هنا المقاس العرض والارتفاع واخترت الروزوليوشن وعندنا حاجة هنا اسمها الكلور سبيس او نظام الالوان عايزه يبقى بالالوان خليه RGB عايزه يبقى ابيض وسود خليه جرايس كيل يبقى ده كده يبقى ابيض وسود وده كده يبقى بالالوان ايوه انا عايزه بالالوان طيب عايز الخلفية اول ما يشتغل يبقى الخلفية فيها ايه ما هو التصميم ده لسه جديد ومقاسه 20 سنتي في 20 سنتي والروزوليوشن بتاعه 300 وهيبقى ملون طيب اول مبدأ الخلفية تبقى عاملة ايه قدامك كذا اختيار ممكن منختار الاختيار الاسمويت يعني عمل لي الخلفية بيضاء تاني بقى كده هنا اخترنا ايه مقاس يدوي لوش عايز مقاس يدوي افتع اختر ايه التمبليت او القالب الجاهز وهنا اخترنا ايه الروزوليوشن محاك من 300 لحد 72 امشي بقى فصيوم براحتك عايز خلي 150 72 100 200 بحريتك احنا اشتغلنا بتلتميت بيكسل على الانش يعني انا بشتغل بيتقاس بالوحدة دي تلتميت بيكسل على الانش النظام اللوني للتصميم بتاعك ده هتعمله ملون طيب لو انا كنت هتبعه على البرينتر ابيض و سود معملوش RGB color اعمله ايه بقى هنا اللي هو ابيض و سود وتدريجات الرمادي الجراي سكين تمام انا لا انا عايزه هتبعه الوان فيخليه RGB color طيب اخر حاجة اخترنا ده كله اللي هو في الوث الخلفية يبقى لونها ايه قلت له خلي الخلفية يبقى لونها ابيض ولو عايز تكتب هنا كومنت ان ده مثلا تصميم لرحلة من انتاج فلاني لفلاني اعمله براحتك برضو في كل الاحوال انت بتقول له اوكي جالك التصميم فارغه اهو 20 سنتي في 20 سنتي قدام عينيك طيب علشان تعرف بس الكلام اللي ايمن بقولهو لك وبقول لك ان انت اتعلم كويس استفيد كويس اللي تتعلمه في جنب ينفع تتعلمه في كل برامج الدنيا تعال كده نصغر مع بعض ويلا كده نفتح مع بعض برنامج الفوتوشوب تعال كده معلش نجرب مع بعض واشغالك الفوتوشوب عندي من على الجهاز ادي كرس الفوتوشوب اهو وادي عندي فوتوشوب اهو وليكن مسلا او اجيب لك الفوتوشوب الاحدى الشوية بدور لك بس الفوتوشوب اهو وادي هنا عندي فوتوشوب ايه ده CS6 وده بيشتغل بورتفول يعني بيشتغل بشكل مباشر على طول شوف بس انا بوري لك ليه الخطوة دي ان اللي انت عملته في برنامج تعديل وانشاء الصور اللي هو الجنب المجاني المفتوح المصدر ده نفس اللي بيعمله عمالقة التصميم الناس اللي فاتحين مكاتب دعاية واعلان برضو بيعمل فايل وبيعمل نيو وبرضو نفس الكلام بيلاقي بريست اليد تيمبلت اليد الاولي بالجهزة اللي هو عايز يختار منها صح ولا غلط اهي موجودة قدامك هاو وبرضو ممكن يختار الويتس ويختار وحدة القياس ويختار الهاي الارتفاق الويتس والهايت يختار الاتنين دول ويختار روزليوشن بالزبطة هاو ويختار الكلر مود عايزه جراي سكيل ولا ارجي بي ويختار هنا الخلفية يكون لونها ابيض ولا لأ مش هي دي نفس النافذة مع اختلاف الشكل ولو جيتني هكده اقول ناله زي ما قلنا هناك قلتوله انا عايز 20 سانتي ده اللي حصل هناك وقلتوله عايز دي تبقى 20 سانتي مش ده اللي انا عملته هناك وقلتوله عايز روزليوشن يبقى 300 انا بطلع لك قلتوله عايز بقى ارجي بي ملون وعايز الخلفية تبقى بيضاء قلتوله اوكي مش ده اللي حصل بالزبط وجالك نفس التصميم بالزبط الفارغ يبقى اذا اللي بتتعلمه برنامج جنب مش موضوع جنب والله ده انت هتتعلمه في كل برامج انشاء وتعديل الصور وبقيت محترف طب يلا بقى ناخد حاجة جديدة احنا خدنا ازاي نكتب تمام وما خدناش ازاي نعمل خلفية يا سيدي سهلة وخدنا ازاي نكبر ونصغر تعالا نصغر شوية اهو لا ده كده كبرنا زوم قاوتي هو اللي صغر صغرت شوية تعالا بقى ناخد مع بعض الاداة دي ولما تلاقي الاداة فيها سهل صغير كده يبقى معناه ان الاداة دي مالها جواها اكتر من حاجة يعني الزوم هنا مفهزة يبقى الزوم ادواء اللي اكتر ادواء واحدة فقط ممتاز انما ده لما يبقى جواسها تدوس كليك يمين يجيب لك كل اللي جواه طب تعالا كده نشوف الاداة دي كليك يمين ايه ده نجواها ادوات كتيرة جدا طب تعالا على الاداة دي جواها اداتين بس فانا هختار الاداتين دول مع بعض اللي هو الباكت فيل والجريديانت اللي اتنين دول بيعملوا ايه بيعملوا خلفية بس الباكت فيل بتحط لون او خلفية كده فيها باترين يعني نقرشها والجريديانت بتعمل خلفية تدرج لوني تعالا نجرب الاولى يبقى اللي اتنين دول بما انهم زي بعض فالي اتنين موجودين في نفس المكان ده شكلهم ولو ضغط كليك يمين او كليك شمال او عسام بيجيب لك الاتنين يلا نبدأ باداة الباكت فيل ونعمل خلفية ونكتب عليها ان شاء الله اولا لو جيت كده جيت الباكت فيل وضغط عمل ايه لو ولك ايه ده تبجابل الحاجات دي منين ما تقلقش قدامك هنا الابشن بقى هنا بقى يبدأ فايدة الابشن وهعمل كنترول وزات تراجع في الابشن هنا لما اخترت اداة الباكت فيل قالك عندك ثلاث حاجات ممكن تختار ما بينهم اللون الامامي واللون الخلفي والباترين اللي هي النقرشة طيب ايه اللون الامامي ده ما انا مش عارفه تعال كده كوب اللون الامامي يا ساتر يا رب جي اسود طيب ايه اللون الخلفي تعال كده نكوب جيه اللون الابيض ده دي جات الباترين وده اللون الايه الخلفي تبني يلا نتراجع كده وتعال نصبط الاول اللي اتنين دول ده اللون الامامي وده اللون الخلفي اللون الامامي اللي انت لو بتعمل بفرشة مثلا بيبقى اللون ده بتاع الفرشة بتكتب يبقى ده لون الكلام ما كان لونه اسود بشكل افتراضي ليه لان ده اللون الامامي اللي انا لازم ازبطه الاول فتعال نفتح كده اللون الامامي ونختار اي لون كده ايه يعجبنا مثلا ونقول له اوكي كده لو جيت قلت له انا عايز الباكت فل دي يعني انا عايز املى المساحة دي بتاع التصميم باللون الامامي هيبقى اللون الازرق حصل طيب اللون الخلفي بقى ممكن نضغط عليه السام ده بيبدل ما بين الاتنين كده الامامي بقى خلفي والخلفي بقى امامي يلا رجعهم تاني اضغط على الخلفي وعايز اللون الخلفي مثلا يبقى اللون على مزاج انا كده مثلا اي لون يعجبك وقوله اوكي كده ده اللون الامامي وده اللون الخلفي هقوله والله املال التصميم ده باللون الخلفي وهيجي اضغط ملاهولي باللون الخلفي طيب انا كنترول وزت مش عايز اللون الامامي ولا الخلفي قالك فينا حاجة اسمها البترين ولما تيجي هنا البترين دي اللي هي موجودة هنا دي وتضغط عليها تلاقي بترين كتيرة جميلة تقدر تختار اي وعدة منهم وتضغط وتملالك التصميم بتاعك بالبترين اللي انت عايزها كنترول وزت تراجع لا مش عجباني دي طيب انت عايز ايه تعال نجرب لك دي مثلا ونضغط يبقدرت ان انا اضغط اعمل التصميم بتاعي يا اما باللون امامي يا اما باللون الخلفي يا اما ان اختار اي بترين من البترين اللي موجود عندي كنترول وزت كده وعملنا دي وليكن دي عجباني وبرضو زي ما خدنا هناك اداة الكتابة يلا نكتب مع بعض ونضغط هنا كده على الاداة ونكتب مثلا كلمة نرسم هنا ونقول ان هنكتب كلمة ايه بسم الله الرحمن الرحيم اهو بسم الله خلي بالك فيه حاجة بس عايزك تركز عليها وهسألك في هذا الوقت ليه الكلام هناك كتب ازرق ما تكتبش اسود ممتاز لان اللون الامامي بتاع البرنامج كان ازرق انما المرة اللي فاتت لما اللون الامامي كان اسود الكتب اسود وتعالى كده بقى نكبر الخط شوية ونكبر مساحته زي ما احنا عايزين ونكبر مساحت النص كده شوية وتعالى بقى كده مثلا اختار خط تاني لو احنا عايزين مش عايزين نعمل تراجع ونخلي الخط ده وتعالى كده نقول مع بعض ان في اداة تانية عندنا اسمها اداة التحريك الموف تول موف تول دي بتعمل ايه انا بعد ما كتبت باسم الله الرحمن الرحيم هاختر الطبقة بتاعتها هنا لو اخترت الخلفية يبقى انا هحرك الخلفية ايه ده الخلفية مش يتكون لها اه لانا كنت مختار الخلفية لا انا عايز احرك الكلام بس يبقى اضغط هنا وتعالى على اداة الموف تول دي وروح جاي ضاغط ومحرك الكلمة في المكان اللي انت عايزه يبقى الادة دي بتعمل ايه بتحرك الطبقة اللي انا مختارها بتحرك الحاجة اللي انا واقف عليها دلوقت يبقى كده قدرت ان انا اعمل ايه المرة دي قدرت ان انا اعمل تصميم جديد واعرف خطوات التصميم الجديد قدرت اكتب على التصميم الجديد عرفت اللون الامامي واللون الخلفي عرفت ازاي اغيرهم عرفت اداة التحريك طب ما ايه رأيك نجيب صورة الاهرامات دي نحطها جوه التصميم ده ينفع؟ اه ينفع هات اي صورة موجودة عندك بكل بساطة زي مثلا الصورة دي اللي هي الصورة الاصلية دي وروح جاي مسكها ويمشي بها كده ويدخل جوه برنامج جيمب ويسيبها جوه التصميم بتاعك هتبصت لقيه عملت لك طبقة جديدة ونزلت لك الصورة في المكان اللي انت رميتها فيه طيب لو عايز احركها برضو ممكن ان انا حركها بادات ايه؟ بادات الموف طول زي ما احنا خدنا واتكلمنا سابقا يبقى كده عارفنا ازاي ان انا ممكن اكتب وازاي ممكن احط صورة وممكن اروح جاي تاني هنا واكتب برضو اعلان الرحلة زي ما انا كنت باكتب بس انا بقى مش هكمل الاعلان ويسيبك انت حضرتك الايه؟ اللي تعمل الاعلان الجميل وتقدر تكبر الخط زي ما انت عايز وتقدر تغير لون الخط برضو زي ما انت عايز تختار اي لون يعجبك مثلا وهكذا وبكده بتكون ان انت قدرت يا لون وحش جدا ولو انت اكيد زوقكم هيبقى مصممين وعبكرة في التصميم فزوقكم هيبقى احسن مني بكتير برضو جاي لون وحش طب تعالى نجيب بقى لون مسلا اسود وخلاص اهو يبقى كده عارفنا ازاي ان انا ممكن اعمل تصميم جديد ازاي اعمل المقاسات ازاي اكتب جوا تصميم جديد ازاي اعمل له خلفية ازاي ممكن اجيب صورة بالسحب والافلات داخل التصميم وخلي بالك ان كل حاجة بتعملها بتضاف لك هنا في طبقة دي طبقة الخلفية دي طبقة بسم الله الرحمن الرحيم دي طبقة الصورة وده اعلان الرحلة ان شاء الله يعني احنا ممكن باذن الله اه هنكمل باذن الله في الحلقة الجاية باذن الله ونعمل حاجة متقدمة شوية كيفية كده عشان متزقوش شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته